تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس طيب خادم أتعلم الحب تصدور يسوع الكلمات أنمو بالحكمات والنعبات أتشبه بالمسيح الميذ الميذ لسيد الميذ الميذ وأعيش للمسيح الميذ أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من البرنامج التلميذ بعنوان اسلوب يسوع في التلميذ إحنا بنستكمل في هذه الحلقة حوارنا مع الفاضل أسيس رضا عدلي في إيه الإسلوب اللي تبعه الرب يسوع لتلميذ التلميذ أهلا بك أسيس معنا في هذا اللقاء نستكمل حوار الشيق والممتع والمليان بالتعليم الكتابية ونسألك السؤال المهم حتى نشجع كل المشاهدين ما هو إسلوب يسوع في التلميذ أشكرك لاستضافة شيخ سامويل أهلا بك وبستدعي قصة التلميذة في حياتنا إحنا الشخصية في حياة حضرتك وفي حياتي لأن إحنا تقريبا مشينا نفس المسيرة مع بعض صحيح الحقيقة أن أما نكلم عن استراتيجية أو خطة يسوع لازم نبقى عارفين أنه كان فيه هدف نعم هدف والهدف خدمته الاستراتيجية صحيح استراتيجية يعني سياسة تنفيذ الأهداف صحيح الهدف اللي كان قدام الرب يسوع أن يخلق لنفسه شعبا خاصا غيورا نعم جاي يأسس شعب وكنيسة لا تقوى عليها أبواب الجحيم وجاي عشان يخلص الناس واللي يخلصوا هم شعبه اللي افتداء وشعبه اللي بيكون الكنيسة علشان يحقق الهدف ده اللي الرب وضعه منذ الأزل كان قدامه خطة الفداء نعم عشان كده قلنا الكتاب فيه إرسال عبرانين الصحيح تسعة الآية 14 فكان بالحر يكون دم المسيح الذي بروح أزليا قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال الميتة لتخدموا الله الحي فكتخطة الله كده وبالتالي كان عنده استراتيجية استراتيجية زي ما قلنا يعني سياسة تنفيذ الأهداف والاستراتيجية بتاعة خطة بتاعة يسوع أو خطته كانت بتتركز فيه تلات نقاط أساسية نمرة واحد اختارهم اختار مجموعة من التلميذ اتنين تلمذهم تلاتة أرسلهم نعم نعيد كمان مرة تانية تلات نقاط دول اختارهم تلمذهم أرسلهم تلات نقاط مشت فيها خطة الرب يسوع زمان كانوا بيقولوا اهدف إلى شيء وستحقق ذلك دائما محش تعمل حاجة لكن الرب يسوع كان عنده هدف وحط استراتيجية للوصول إلى هذا الهدف اختارهم تلمذهم وأرسلهم رغم أن الهدف كبير قوي قوي لكن هو قال يبتدي بعدد صغير بس يكونوا شخصيات متميزة يقدروا يكتسبوا كل الصفات المسيح وبالتالي يقدر يوسع الدائرة ويوصل لعدد كبير أكتر مما نتخيل تمام لو حبيتنا نحن نبتدي بالفكرة الأولانية بأنه اختارهم نعم ما رفز كنت حياتك تسمعني بكده طبعا حلو قوي في أيات مثلا في لقاءة 6-13 يقول الكتاب لما كان النهار دعا تلاميذه وأختار منهم إثنين عشر الذين سماهم أيضا رسله بالضبط دي بص تلاقي أن اختيار المسيح للتلاميذ لم يكن للكل يقول لنا الكتاب أنه أمضى الليل كله في الصلاة ولما جاء الصبح دعا تلاميذه وأختار منهم إثنين عشر ليه إثناشر أولا العهد الأديم يعرفنا أنه فيه إثناشر سبت موجودين نعم والحقيقة بيطلق على المؤمنين بتوع العهد الأديم الكنيسة التي في البريه نعم زي ما بنقرأ في سفر الأعمال صحيح صحيح وبالتالي النهاردة الرب يريد أن يكون كنيسة وكنيسة في البريه كنيسة العهد الأديم نعم فيه أطقياء موجودين في العهد الأديم وسحبت الشهود بتؤكد لنا كده المهم الرب اختار اتناشر خلي بالك يا شيخ صمويل أنه هو اختار من التلاميذ مختاش كله نعم يعني لو أنت عايز تعمل مجموعة تلمذة وعملت الدعوة للكل والدعوة هتبقى لما وإلى آخره هتبص تلاقي في النهاية أنك أنت عايز حد المعين لكن في النهاية تبص تلاقي العدد صغر جدا ويمكن المجموعة ما استمرتش لأن من البداية التلماذة يمكن مش لكل شخص نعم عشان كده نعط التلاميذ واختار منهم 12 أكيد لما نعمل كده يبقى لازم نسأل طب يا ترى الباقيين هنعمل فيهم إيه صحيح يعني كان عنده مجموعة اختار منهم 12 لكن الرب يسوع لم يغلق الخبمة على الـ 12 فكان عنده 70 يعني كان أكيد عنده مجموعات أخرى بالضبط لكن احنا ما نعرفش غير الـ 12 دولة تبصيل بالضبط لكن في ناس تانين بالضبط لكن هو اختار الـ 12 ووضع تركيزه عليهم علشان خاطر يصل بهم إلى العالم أجمع كمان كان فيه مع السبعين أكيد كان فيه مجموعات أخرى صحيح ما حيثك بتقول لكن اهتم بكل الناس نعم وده يخلينا كرعاة عندما نقوم بعمل بفكرة التلمذة التلمذة لا تقصي الغير من الخدمة وتخلينا كمان نبقى بنهتم بالغير ربما أكتر لأنه حسين طب ليه هم ما مخدوناش في مجموعة التلمذة وبالتالي ليس كل من يرغبون في التلمذة يصلحون لأن ليس كل من يخلصون بيسوع مخلص يتوجون المسيح ملك نعم بكل أسف بكل أسف فهو اختار البعض لكن لم يحرم البقيين من من أن هما يكونوا بيخدموه بصورة أو بأخرى وركز المسيح صلاته لأجل التلميذ كمان نعم بصت لقيه لما في يوحن السبعة عشر صلى من أجل التلميذ طب بصت لقيه كان بيهتم بأنه اختياره ليهم يمضي معهم غالبية الوقت زي ما هنشوف في الكلام اللي جاي قدم لهم دعوة فعالة نعم وانا عايزة قف عندك مع اختياره ليهم ودعوتهم قف قدام كلمة هلومة هلومة دي مش واحد رايح هوه وصحبه عشان يروحه وتفرجه على ماتش او يعوده على قهوة يلا بينا لا دي كلمة آمرة تحمل معها كل إمكانيات الطاعة أكرر العبارة مرة تانية نعم كلمة هلومة للمسيح دعا تلميذه بيها وقال هلومة ورائي مثلا فأجعلكم تصيرا صيادة الناس لدعا بيهم تلميذه كلمة آمرة تحمل معها كل إمكانيات الطاعة قول لي ازاي ازاي لما يوقف يسوعه قدام قبر لعازر يقول لعازر هلومة خارجي هلومة كلمة هلومة دي مش معناها ايه رأيك تطلع ولا ما تطلعش نعم ده أمر فعل أمر نعم يحمل معه كل إمكانيات الطاعة لأن لعازر نفسه لم يكن بييده أن يعمل حاج ده لعازر كان ميت في القبر بقاله أربع أيام نعم وبالتالي دعا المسيح الاثنى عشر وقدم لهم كل إمكانيات الطاعة علشان خاطر يصيروا تلميذ له يعني يمكن في متة تسعة تسعة نفس الفكرة قال لاوي اتبعني فقام وتابعه وترك كل شيء بطرس قال له هنحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فكلمة هلومة اللي بيقدمها شخص المسيح هي دعوة أمر تحمل معها كل إمكانيات الطاعة النهاردة لو أن الرب بيدعو شخص أنه هو يدي له أنه يكرس حياته وخدمته وهو إلى آخر يصبح للمسيح تلميذ بحق تأكد أن الرب يقدم لك مع هذه الدعوة كل إمكانيات الطاعة أيضا فهو اختارهم وأنا بشكر ربنا من كل القلب لأنه اختياره ليهم ما كانتش مجموعة يعني بلغة الشباب اليومين دول يا شيخ صمويل ما كانتش مجموعة واو كبيرة أوي يعني ولا كانت إمكانياتها يعني حاجة يعني هنا ولا هناك لا ناس بوسطة وصيدين سمك بالضبط يمكن للشخص الوحيد اللي بيفهم فيهم أوي كلمات تجاب الضرايف صحيح صحيح فأنا بشكر ربنا أنه إذا الدعوة للتلميذة لا تشترط يعني شيء في طبيعة الشخص فائق للطبيعة وبالتالي يبقى المسيح بيختاره لوجود هذه الصفة الفائقة للطبيعة فيه أنا بيعجبني في إنجيل مرء صحة ثلاثة يسجل كلمات حلوة قوي في موضوع الدعوة يقول كده ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه وأقام إثنين عشر ليكونوا معهم وليرسلهم ليكرزهم أنا عايزك تساعدني أفهم يكونوا معهم ويرسلهم ليكرزهم تصدق يا شيخ صمويل إنك إنت فتحته قدامي الباب للفكرة الثانية تصدق لأن إحنا قلنا في الأول اختارهم اختارهم ونمرأة أثنين تلمذهم تلمذهم والآية اللي حضرتك أردتها اللي في متة متة كام دي مرقص 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 هي دي المفتاح ليه لأنه بعد ما اختارهم تلمذهم تلمذهم بإيه بالمعايشة من حياته لكي يكونوا ايه معه علشان بالضبط يشوفوه يتعلموه بالضبط فكان يسوع في حضوره معاهم هو المنهج وهو المعلم على فكرة فقصح واحد من مرقص ثلاثة يقول آي جميل أوي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك مرقص مرقص واحد خمسة وثلاثين مرقص واحد خمسة ثلاثين ما قالش يعني ان ده بيعلمهم كده لا ده هم شفوه كل يوم الصبح بيعمل كده فمره صح مسجل فعايز اقول حياته هي المنهج وهي التلمزة وهي الاسلوب شفوه وهو بيصلي زي ما حياتك اختبست من مرقص واحد خمسة وثلاثين شفوه هو بيصلي من أجلهم شفوه هو بيغضب لمشاب البيعين في الهيجرة شفوه هو بيبكي أمام قبر العظة وبيأكل معهم شفوه هو بيهتم بالأعمى ما تردوش وما شوحش بيده له وقال له التكل على الله لا بيهتم به الأبرص لمسوا رغم أن الشريعة تقول أن الأبرص أبعد عنه ما تلمزوش لكن هو الرب الطاهر اللي بيقدم الشفاء فشفوه وهو بيهتم بالنفوس شفوه هو الناس جعانة وقال لا لا نحن ما نمشهمش هم جعانين اعطوهم أنتم ليأكلهم شفوه بالمعايشة عشان كده يقول لنا في يوحنى الأولى لو أنا أذكر الأصح الأول وين كان الأعداد الأولى الآية الأولى في يوحنى الأولى معرفش إذا كان متاح لحدك أنك أنت تقره لنا يوحنى الأولى الأصح الأولى والآية الأولى دي آية جميلة جدا يوحنى بيسجل فيها اختباره طبعا الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة يعني بتكلم عن اختبار أنا شفته ولمسته وكلت معاه وعشت معاه يبقى تلمذهم بالمعايشة بالمعايشة سبعة وعشرين يقول لنا وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء من الابتداء نعم وحتى لما جم يختاروا حد بديل لعوذة الإسخاريوتي يقول بيقول كان معنى من المعمودية لحد القيامة شهدا معه بقيامته يعني شخص عايش وعارش وشاف الشيء الجميل أن يسوع كان هو المعلم وهو المنهج صحيح هي أهم نقطة وعاش معهم تقل ماذا هم حاجة تارية بالتعليم كانوا بينادوا أولوريا معلم لا ولما أخذهم في عزة الجبل كان ما يقصدش يعلم الناس كلها كان يقصد يعلم تلميذ ونفسهم ولما جلس ده كرسي الأستاذية تقدم إليه تلميذ وفتح حفا وعلمهم قائلا فالعزة على الجبل الحقيقة لم تكن للجماهير لكن كانت مقدمة أساسا مقدمة للتلميذ مثلا أنت بص تلاقي مثل الزارع الرب يقدم مثل الزارع لكل الناس لكن تبص تلاقي ثلاث أمثال مثل الزارع في شرح مثل الزارع للتلميذ على انفراض زي ما بنشوف في ملقص عشرة زي ما بنشوف في مادة 13 يبقى إذن الرب يسوع اعتم بالتعليم معاهم مش بس اختارهم لكن عاش معاهم عايشون واعتم كمان بالتعليم بتاعهم يقول الكتاب في سفر الأمثال لا توبخ مستهزئا لألا يغضبك وبخ حكيما فيحبك نعم وهو فعلا كان بيعلمهم فعلا بهذا الأمر الشيء الثالث هو مش بس انه هو اختارهم ولا تلمسهم بالمعايشة وتلمسهم بالتعليم لكن تلمسهم كمان بالتدريب ندربهم كان كل شوية مرحلة معينة يرسلهم ويجيبهم وده اللي واضح مثلا فيه بشارة لقاء أصحاء عشرة نعم فعلا كانش ممكن نستعين بيها لكن بص تلاقي انه هو اختار يدربهم فيكلفهم بمأموريات معينة اتداء من الآية الأولى بص تلاقي فيه تخليفات معينة وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضا وارسلهم اثنين اثنين أمام واجهي إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي قال له من الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون بعدهم اثنين 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 هقول له لحضرتك أنا دايما بسأل نفسي لو أنا طلبوا مني أختار حد تاني يطلع معايا أو طلبوا من شيخ صامويل حد تاني يطلع معايا هتختار مين سيسر أنا شخصية كنت أقول الشيخ صامويل بس أنا عايزة أقول إيه يمكن التلاميذ ما كانش عندهم خبرة بعضهم ببعض بالصورة دي معرفش ازاي يمشي مثلا بطرس مع يوحن بأن الرب لما طلع على جبل التجلي أخذ بطرس ويعقوب ويوحن نعم يعني وكأن الرب عايز يقول إيه أنا بصنع التوليفة دي صحيح مش لازم الاثنين يبقوا يعني يبقوا طبق الأصل بالعكس ده متى عشار وسامعان الغيور ده من فريق الغيورين حزب الغيورين اللي هو بيهاجم الحكومة وبيأتي للناس لكن مع هذا سامعان الغيور ومتى العشار كانوا مع بعض الأولى المسيح كان في وسطهم كانوا حصير مسبح بالضبط وحتى حتى الخلافات اللي كانت بينهم مين فيهم يكون أكبر مين يكون اللي يعد على مين من يعد على الشمال بتبين لنا أن طبيعة الجنس البشري لكن الرب يسوع دايما يوحد ويحل الحكاية والبسط تلاقي الأمور مشت فالرب يسوع تلمذهم بالتعليم تلمذهم بالمعايشة تلمذهم بالتعليم تلمذهم بالتدريب أيضا عايزة نقل الفكرة التالتة أنا بس عايزة أقول لك آية وشوف رأي حضرتك فيها في متى عشرة واحد يولي الكتاب ثم دعى تلاميذ والإسناية عشر سلطانا على الأرواح النجسة حتى يخرجوها ويشهر كل مرض وكل ضعف في الشعب خدت بالك يعني مش أسلهم بس ده عطاهم كمان إيه سلطان سلطان صح شيء جميل بفكرنا بالبداية بتاعة السلطان اللي رب منحه لنا في يوحنى واحد الآية 12 وأما كل الذين قبلوا فعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه وهنا ببصر لقى منح التلاميذ سلطانا خاص نعم جدا نعم أنهم أشفوا مرضى أقيموا موتى طهروا برس برس وهنا ببصر لقى أن الرب بيؤكد أنهم ابتوعوا أنهم تبع ساحب السلطان نعم تبع ملك الملوك ورب الأرباب اللي يقيم الموتى اللي يبرئ البرس نعم اللي يشفر عميان فعطاهم هذا السلطان وأرسلهم وأرسلهم عشان خطر يروحوا تمموا الإرسالية العظمة أرسلهم ليتلمزوا آخرين دي هدف واضح يعني يعني مش بس هو يتلمزهم لكن عليكم مسؤولية اللي تعلمتموه عشوه وعلموه الناس تانيين طبعا طبعا ده بفكرنا بأنه بأنه مش بس مهمتهم أنهم يكرزوا لكن كمان أنهم يعلموا ومش مهمتهم أنهم بس يسمعوا لكن أنهم يصنعوا تلاميذ زي ما الرب يسوع عمل معهم بالضبط نعم بفكرنا بالإرسالية العظمة في متة 28 إذا أبقوا تلمزوا جميع الأمم يعني مش بس حد معين لكن أعطاهم اتساع في الرؤية حتى يشوفوا العالم قدامهم ويقدروا يتلمزوا كثيرين من أماكن مختلفة حول العالم لكن خذت بالك من البداية بتاعت متة 28 افتداء من الآية 28 دفع عائلية كل سلطان فاكر لما قالوهم أعطاهم سلطانا هنا الرب المقام بيديهم نفس السلطان الرب المقام يعطيهم سلطان يقول دفع عائلية كل سلطان لاحظ ده الأمر ده حدث بعد القيامة نعم والتكليف ده حدث للتلاميذ نعم اللي شافه الرب المقام أربعين يوم وهو بيضل لهم يقول لهم دفع عائلية كل سلطان فين سلطان ده فين في السماء وعلى الأرض ياه في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم لاحظ الأفعال تلمزوا وعمدوا وعلموا وبعد كده يجي الوعد المبارك وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر إلى انقضاء الظهر فيه علاقة بين الأمر والوعد ده يعني أحيانا بنستخدم الوعد ده بس الوعد وأنا بحس أن ده يعني مش صح مش ده المقصود صح لكن في الوقت اللي أنا أروح وتلمز وعمد وعلم هو معايا عارف أنا بسميها دي إيه يا شيخ سمويل صد بسميها السندويتش بتاع إرسالي الوازمة ليه أصل السندويتش اللغة العربية قالوا شطر ومشطور وبينه مطازق صحيح فاللي فوق دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض واللي تحت ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر واللي بينهم تلمزوا جميع الأمم عمدوهم علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به هو ده السندويتش بتاع الإرسالية العوزمة دفع إليه كل سلطان اللي يروح ويتلمز ويعمد ويعلم تكون النتيجة هو معنا وها أنا معكم كل الأيام يعني في صراحة احنا مش من حين نوعظ عن الآية دي بعيد عن الإرسالية العوزمة عشان فيها بتفتدي كمان بواو وها أنا معكم يعني اعملوا ده وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر وحضرتك أستاذ في اللغة اليونانية تلمزوا ده الفعل الأساسي في الآية دي علموا وعمدوا ده فعل سنوي يعني الأساس اللي المسيح بيعلم بيه كنيسة تلمزوا بالضبط طب فين الكلام ده أسيس ما أحترامي يعني بكنيسة العصر الحديث كنيسة القاني الواحد وعشرين فين التلمزة في حياة الكنيسة تقول إيه للكنيسة وتقول إيه للأسوس والكهنة وتقول إيه للشعب مفيش تلمزة أسيس أنا أقول إن إحنا مرات كتيرة كأننا بنقوله إحنا نفهم أحسن منك لا طبع مستحيل بطبع مستحيل هو حط الاستراتيجية وشتعلت ونجحت رغم التحديات طبع والنهاردة الكاهن الأسيس الخادم القائد اللي هيا يمشي وراء استراتيجية يسوع هينجح أمين اللي هيعمل خدمات وأنشطة ربنا يبركوا بس مش دي استراتيجية يسوع مش دي خطة يسوع مش ده اسلوب يسوع لو عايز تاخد يسوع نموذج لك النموذج الحقيقي هو نموذج التلماذة اذهبوا خلي بالك يا شيخ صمويل اللي هو ما قالهمش روحوا خلصوا النفوس صحيح هو اللي بيخلص النفوس طبع ريحته بحلسة شاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب التجديد النفوس ده شغلانته صحيح شغلانتنا احنا ايه نذهب ونتلمس بالضبط تلميزهم جميع الأمر أنا تعالى هو كان بيتلميزهم قبل ما يأمنوا يعني حتى لسه ما عرفوش ما عرفوش الصليم ما عرفوش القيامة لكن كان بيتلميزهم من البداية وعلى كده معناها نحنا عايزين ككنيسة نحنا نتعلم نحنا نبتدي نتلميز الناس الغير مؤمنين وبعد كده رب عيلمسهم ويغيرهم ويكبروا في حياة التلمزة وممكن التلمزة تبتدي من قبل الإيمان يعني ان تلمز ناس لسه جداد لتلمز ناس حتى بعيد عن المسيح خالص صحيح أنا عندي محبش أكلم عن نفسي لكن أنا وجدت أني أنا لما حتى أقرأ بانتظام العزة على الجبل متى خمسة ومتى ستة ومتى سبعة مع شخص بعيد خالص عن المسيح خالص عن المسيح قرأتي للعزة على الجبل اللي المسيح عطاها للتلميذ وجدت أنها بتعمل تأثير غير عادي طبعا والناس بتسأل هي دي صحيح؟ طب أنتوا عندكم كلام دو الكلام ده موجود في الكتاب المؤدس عشان كده زي ما أنت بتقول يمكن أن تبدأ التلميذة من الصدر الناس متعرفش حاجة خالص والناس حتى خارج الكنيسة بالضبط أنا بصلي فعلا أن ربنا يفتع عني الناس كتير من خلال البرنامج بتاعك الرائع الحلو ده برنامج تلميذ أن احنا فعلا نهتم بالأفراد وأن احنا ممكن نهتم بمن هم خارج الكنيسة عشان خطر نربح نفوس للمسيح ودعي التلميذ مسيحيين في أنطاقيا أولا يعني ممكن ناس كتيرة تستخدم بيوتهم علشان يتلميذوا آخرين من خلال عزة الجبل متى خمسة وستة وسبعة بالضبط وده اللي الحقيقة الكنيسة عملته بالفعل لما نبص نلاقي مثلا في أعمال اتنين اتنين واربعين كانوا يوظفون على تعليم الرسل والشركة كاس الخلص والصلاوات نبص نلاقي أنا نفسي اللي حضرتك لو ده ممكن معرفش أنا مش عايز أبطول في الكلام لكن لو قدنا نقرأ أعمالها 14 الآية 21 نبص نلاقي التلميذ اهتموا بالمتابعة ممتابعة الناس اللي قابلوا الرب يسوى مخلص شخصي لي في أعمالها 14 21 الكلام جميل جدا أعمالها 14 21 بشرة في تلك المدينة وتلمزة كسيرين بشرة وتلمزة لو شفنا أصحح 15 الآية 36 من سفر الأعمال سمع بعد أيام قال أبو لس لبرنابة لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة ندينا فيها بكلمة الرب كيف هم خط بالك يعني مش بس عملوا كرازة وكرازة أخدت مكانها أكيد في الكنيسة الأولى لكن احنا بكل أسف بنعمل كرازة لكن مش مهتمين بالنفوس اللي بتي إيه فايدة سامكة أصطادها عشان حطها على جنب ولا أرميها مرة تانية في الماء خسارة هو دي اللي النهاردة الرب بيدعو من خلال البرنامج المحترم بتاع حضرتك برنامج التلميذة بيدعو الكنيسة إنها ترجع إلى استراتيجية يسوع اللي تتمثل في ثلاث أفعال رئيسية الفعل الأولاني اختارهم نمرة اتنين تلمذهم نمرة ثلاثة أرسالهم والنهاردة العالم فعلا بينادي ومحتاج للمسيح السيس رضا بشكرا بكل قلبي على التعليم والتوضيح وكمان التشجيع للكنيسة واللمشاهدين يدخلوا في مجال التلمزة والرعاة والقدام والأسوس والكهنة يهتموا بكل فرد حتى يكون تلميذ للمسيح ربنا سعدنا نعيش ونختبر حياة التلمزة وندبع يسوع اللي بينادي علينا شكرا لكم وإلى اللقاء نستكمل حوارنا مع الأسسيس رضا عدلي في الأسبوع القادم تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس طيق خادم أتعلم الحب تسطور يسوع الكلمات أنمو بالحكمات والنعمات أتشبه بالمسيح لسيدي المسيح وأعيش بالمسيح الميذ